اشتركوا في القناة منذ أن فتح عينيه على هذه الدنيا وهو يتذوق في كل أنواع الألم التي لا تطاق طيلة ثماني سنوات الماضية كيف يتذوق في القناة بدأ المرض بداها 15 شهر كي كان في عمرو كي كنت ندي الفاكسة حبس لي في الميزان حبس لي في ما كان شي النمو تاعو كان قليل بديت نديته الاسبيطر بديت نجري به قالوا لي في الأول بعد هنا سكوت نزوي به هنا في عدنا في برج منعين ومبعد مدة عامين وننلقينا له العليمي وحوايج هكذا ومبعد أطاو بدأوا يحوسوا منين منين داروا روح ديزان عاليس بعثهم في فرنسا لقوا بلي عندو المالادي لها سيستينوز هذ المالادي لها سيستينوز تشيلو الليغة زكريا هو بطل قصة تحمل بين طياتها سطورا كتبت بدم بريء وتشهد أحداثها الحقيقية على معاناة طفل تجرع أوجاعا تفوق عمره الصغير في هذه الفترة العام كان يتقيا لي بزاف كان حاجة لي كلها يتقياها يشرب لي غير الماء ومبعد دخلوني أسبيتاليزي دار عودت لي لبخوفيس والعجوز دخلوني أسبيتاليزي قاعدت عشرين يوم ثم قالوا لي بلي الكاليسيوم حبسوه في الليغة هو شنقول لك ثم بدأت المعاناة تبدأ باش تدهي لذيك الماشينا وتماشي حاجة سهلة بالنسبة لي هو لي والبابة كنت كل من نحقوا لذيك البلاصان قلبيه تقطع وما بغش نبيل له ويقول لي دايما يقول لي وعلاها ماما على قاع هنا قاع كبار غير اللي صغير ما فيهم نقول وذي اللي صغير دير وهو ما سلم قبيلة وراحوا مش ميحش باللي غيره وصغير روي دير ديالي صبرنا وجرينا وإحسستعنا ربي سبحانه ولي على بلوب اللي إحسستعنا فمتي ميقالك ميحس بالجمراء غير اللي كواتهم مي إنسان الحمد لله مشي حاجة سهلة مي الحمد لله بإرادة قوية تمكن من التفوق في دراسته على الرغم من حصوله على يومين فقط للدراسة أما بقية الأيام فكان يقضيها في غرف المستشفيات خمس خطرت في النهار خمس خطرت في النهار ديالي يزيله سخني العبوشة هذه كي وسيها له ديفا يروح لي كل عاود يقول لي مسكين كي يروح بدياليس كي يقولين ديالي زيله بعد هذك الكاتي تاع دياليس تاعكر شو دار له مضاعفات الداخل زي دار له بيراسي تاع المصران تمنع جي مولد وقتها ونبرة ونولي نقراك نولي نقراك أصحابي ونوليك التخلي إن شاء الله ربما لم يعطيك كل ما تتمنى لكن تأكد أنه أعطاك كل ما يملك أجل إنه الأب وهذا ما فعله والد زكريا هنا يتحقق المعنى الحقيقي لكلمة فداء كي شفت معا حولوني لطبيب تعليغان تعلي أطفال عند الدكتور معوج قال لي الحاجة الأولى اللي قال لي ما دام لوليدك لازم نزرع الكيلة بالقدرات العربية بلا خوف بلا إحساس بلا موالو كل خمم ديرك بإذن الله نتطبقه ونعطيله ونعطيله بإذن الله كل 14 جوان درنا العمليات على الزرع الكيلة أعطيت له تبرعت له بوحدنا والحمد لله ذو كورا وملح وأنا سأسأل الحمد لله كيف كيف رانان المهم المحادرة عندما كان المشكلة اللي ما زالنا ذوكا لازم لي الكاتي اللي كان يدير به الدياليزم بسكو ذوكا ذاك الكاتي ما يسحقوش بسكو ذاك الكاتي مو يقدار يدلو لانفكسيو هما قالونا مع ذوكرا هي الكوفيد وقدا ذوكي لا مع الكوفيد ومغلوقين نصن برصو معنش على نس كامل معنش بس حادا طفل رأوني طاير جنس لازم نحولو هذك الكاتي الكاتي هذك كو كيف أشكتلك نداء موجه للسلطات المعنية بالأمر والمجتمع المدني والشعب الجزائري من داخل وخارج الوطن لتقديم يد المساعدة في توفير دواء غير موجود هنا في الجزائر ودين نداء التعليل يجب أن يجبوه للدواء تعينه بسكو البروبلم تعينه يقدر يزيدو يطاكيولو لعينين دوينا حاجة إن شاء الله وباش نزيدو نخسروا حاجة إن شاء الله للا نحن مدى بنا كم يقولوا يعونوا ويجيبوا لدوا هذا بسكوا لدوا هذا ورح يديروا آذي ونتمنى ونطلبوا رو الشاب تزير يعونوا ويجيبوا لدوا هذا ونطلبوا بسلطة إلى كانوا قادرين يعونوا ويجيبوا لدوا هذا هذا وش نقول لك ندأ تعي بش يوفروا لدوا هذا وانا ما نحوس لدراهم لا وانا نحوس دوا الوليدي برك دوا بسكن دوا قال لك يديروا آذي غالي ما على بناش إذا سبيطر يقدروا يوفروا على ما يوفروا ما ديم دي جيلول هذك هم يوفروا معنا ما يوفروا لش لي قوت ودوا تاع ودوا تاع واسموا الدوا تاع وستن سيستا قون قوت سيستا قون قوت كان دي جيلول راي شربهم قطرات من هذا الدواء يمكنها أن تضيء حياة عائلة ترى نور الحياة بعيني ولدها قصص واقعية تروي معاناة أناس ينتظرون منكم المساعدة لتواصل مع هذه الحالات يرجى الاتصال بالرقم الظاهر أسفل شاشة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر